اشتركوا في القناة لاني كنت شوية مشغول المهم اتكلمنا في الفيديوهات قبل هادي حاول ما يسمى بالالحاد وانواعه وما يسمى بالفلسفة الدينية ومن المفروض باش نتكلمه في الفيديوهات حاول ما يسمى بالديانات السموية وطبعا قبل ما نتكلمه على الديانات السموية نازمنا نعرفه كيفاش ظهره هذوم الديانات السموية ولكن هوني خليوني نحل قوسين بش نتكلم حول أهمية البحث، أهمية المطالعة، أهمية التفتح وقبول الآخر لأن عندما نحكي ونتكلم ونعبر ونسمع الآخر، الوعي متاعنا يتطور والفكرة متاعنا يتطور وهذه سنة موجودة في الكون، كما تعرفوا الحاجة اللي ما تطورش بطبيعتها تتأخر يعني أي فكر مهما كان عندما ما يتطورش يصبح متخلف وهذا ينطبق على كل الأفكار الإنسانية وهذا جدا طبيعي بالمنطق وبالحقيقة إذن الفكر ما يسمى بالفكر المقدس الذي يقال أنه جاء من عند إله أو موجود كامل وأنه غير قابل للتطور هو فكر متعصب وفكر متأخر الحقيقة تختلف من زمان إلى زمان ومن منطقة إلى منطقة ومن شخص إلى شخص على حسب اختلاف درجة الوعي وعندما نقول الوعي ما هيش الشهايد والديبلومات نجم تكون عندك شهايد وديبلومات ودكتور قد الدنيا كما يقولوا ولكن الوعي بتاعك صفر أو تحت مستوى السفر وقد ما تكونش عندك حتى شهادة وتكون حتى لا تعرف لا تقرأ لا تكتب ولكن إنسان متفتح وتسمع الأخرين وتفهم وتحاول تبحث إذن يكون مستوى الوعي متاعك أكبر بش تتقبل الأفكار الجديدة أنا راني وأتنامل فيديوهات متاعي ما نحاولش بش نجيب فكرة معينة ونجعل لها تبريرة كما يعملوا رجال الدين سوى المسلمين سوى المسيح عندما يعملوا فيديو أو حتى بعض الملحدين يعني ينطلق لك من فكرة ويحاول بكل الطرق وبكل الأسليب أن يثبت لك إنها صحيحة في الحقيقة الحاجة الصحيحة الوحيدة هي الحاجة التي تخضع للتجربة عندما نقولوا الشمس أو الأرض مكورة هذه مسألة حقيقة الحقيقة لا يمكن أن يختلف فيها إثنين الحقيقة الملموسة الحقيقة الحقيقية أما الأفكار والتصورات وأنواع الإيمان والتخيلات والأحلام فهي معانتها نجم نقوله مسألة شخصية لا يمكن أن نخضعها للتجربة ولهذا يعني تلقانا نختلف في الأفكار ونختلف في الرؤى والتصورات ولكن لا يمكن أن نختلف في شيء ملموس محسوس يعني خاضع للتجربة العلمية بعض الأخوة يتصل بي يقول لي أنا ملحد وانصحني شنو نقرأ من الكتب الدينية ونقول له أنت وصلت إلى مرتبة التحرر من الأديان فما حاجتك بش تتطلع على الكتب الدينية الصفراء التي لم تعد تنفع بل أصبحت أكثر شيء تضر صحيح معانتها أنا ضيعت فترة من حياتي وانا نقرأ في هذه الكتب وغير يضيع واللي مختص في المجال اللي يحب يبحث عنده الحق يبحث ولكن الحاجة اللي ننصح بها الشباب الآن إنه يهتم بالعلم بالعلم الحقيقي في عوض يقد يقرالي في البخاري ولا فيه ابنه كثير ولا ابنه إسحاب ويضيع في وقته ويشوف التناقضات اللي موجودة في الإسلام يمشي يهتم بعلوم الفيزياء بعلوم الكواكب بعلوم الحيوان بعلوم مع التكنولوجيا والتجارب تنفعه أكثر إلا بالطبع لو كان عنده شك أما لو حصل له الدليل والإطمئنان العقلي إن كل هذه الأديان هي صنع بشري من أجل أهداف سوى شخصية سوى سياسية أو اقتصادية من الأفضل الشباب إمتاعنا يهتم بالعلم يهتم بالتكنولوجيا يهتم بالعلوم الحديثة ويخلي عليه هذه العلوم اللي إحنا ضيعتنا حياتنا وخلاتنا ما نستفيد شيء من الحياة لو لا معانتها الظروف سبحتنا بشنفيق على رواحنا ونفكر ونخرج من هذه الأديان ومن هذه الخرافات رانا توا من الزنة انتبع ورانا توا من الزنة متخلفين لأن الحاجة اللي تنطلق من فكرة المقدس والتي صادرة من عند إله كامل والتي لا تقبل التغيير فهي فكرة طال الزمن أو قصر سوف تضمحل وتتأخر وهذه سنة في الكون كل شيء تطور إذن ما نحبش ننطيل في هذه المقدمة أما حبيت نقول اللي للشباب الصغير تولي عمرهم ساعات خمستار ستار سبعتار شن سناية يتصل بي يقول لي راني توا ما عش نحب نتبع حتى دين ونقول له فكر في حياتك في مستقبلك أقرى العلم الحضارة التطور لهو حليك من الأديان والحكايات الفارغة والكتب الصفراء والكتب المجدسة كما يقولونها ما هيش مقدسة مجدسة كثرة بلاش بركة المهم عرفنا في الفيديو اللي قبل هذه اللي ما يسمى بالفلسفة الدينية وهي معناتها من أقدم المعتقدات الإنسانية على خطر لو نرجع للإنسان الأول الذي كان في مرحلة الحيوان أول ما وعى إنه يختلف على الحيوان وإنه يفكر بدأ ما يسمى بالتصور من الواقع متاعه للكون والوجود وليوجوده في هذا الكون في الأول الإنسان كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هذه يعني انظر للواقع متاعه وخرج الأفكار متاعه فكرة الأب فكرة الأم مانح الحياة الرب الإله كل هذه الأمور انطلقت من الواقع المعايش متاعه الإنسان في الأول وقت عرف روحه اللي هو يختلف على الحيوان خلق له ما يسمى إيجيولوجية فكرية صحيح هي تعتمد كثير على الخيال ولكن في نفس الوقت لم تأتي من فراغ وإنما من ملاحظة ومن مشاهدة لما حول يعني نجمه نقوله اللي الديانات الفلسفية هي ديانات طبيعية يعني تجيب على بعض الأسألة اللي يترحى الإنسان الوجودية وتعطي إيجابات ما نقولش منطقية وإنما ترضي الفرد وتطمئنه لأن فكرة أني موجود هوني صدفة وأني مجرد مادة فقط كما رأينا في الفكر الإلحادي لأن الفكر الإلحادي هناك فكر لا يؤمن إلا بالمادة يعني غير المادة لا يؤمن يعني يعتبر الإنسان مجرد آلة والإنسان عندما يموت ينتهي هو فكر صحيح معنتها صعيب ياسر إن الإنسان يشوف روحه بش يموت وينتهي ما عادش عنده حتى وجود يعني مسألة صعيبة يعني كيفاش موجود هوني هل هو معنتش نوع أهدافه علاش موجود هل فهمش كون وجده ولا والأي هدف وجده وفين ماشي ومن فين جاي وغيرها من الأسألة الأجودية جاءت ما يسمى بالديانات الطبيعية قسمة العالم إلى عالم مادي وعالم لا مادي ما يسمى الجسم والروح أو الجسم والنفس أو ما يسمى المادة والوعي وبدأوا يتفل سفوه قالوا إن الإنسان متكون من جسم ووعي عندما يموت الجسم يبقى الوعي متاعه ولكن كل هذه الأفكار كل هذه الأفكار ليس لها أي دليل مادي ثم جاء ما يسمى بالإلحاد المادي تقول لك لا ما موجود كان المادة هذا الوعي ليس له أي قيمة فهمت لكن العلم عندما تطور زد تطور وبدأ يفهم ما يسمى بالفراع وبالعدم يعني بدأ الإنسان يوصل لمرحلة ما يسمى بالإلحاد الوجودي شو الإلحاد الوجودي يعني ليس بالضرورة كل ما هو موجود مادي صحيح أن المادة موجودة ولكن هناك موجودات أخرى غير مادية منها العدم منها الفراغ منها ضد المادة وهو الوعي زد الوعي والإحساس والأحاسيس الإنسانية أو الأحاسيس الأخرى اللي يمكن ياسر منها ما نعرف ويش هذه صحيح ما هيش مادية ولكن موجودة والعلم بتوى والعلم بتوى بداية يبحث فيها وبداية حاول يفهمها لأن المقياس اللي نستعملوه لقياس المادة لا يمكن استعماله لقياس الإحساس أو لقياس العدم أو لقياس ضد المادة يعني أحنا البشرية توا ماشية وتتقدم بش تخلق مقاييس أخرى تقيس بها هذا النوع من الوجود الغير مادي وأنا ما نتكلمش لا على الله لا على الجم لا 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 ما نتكلمش على هذه الأمور عندها حتى علاقة يعني المثلة لكلها إن الإنسان الوجودي يسمى بالملحد الوجودي هو إنسان يقول لك حتى ولو جيت أنا صدفة رغم هي صدفة مش موجودة في الحقيقة يعني فما الظروف وعوامل يجب أن أخلق لنفسي هدف يجب أن أتطور فكرة الله لازم نستفاد منها وعليش ما نكونش أنا الله على الكون ومسؤول على الكون هذا النوع من الإلحاد الإيجابي أنا نسميه خطر الإلحاد المادي نسميه إلحاد أنا نسميه إلحاد سلافي يعني يعود بالإنسان إلى وقت الحيوان يعني يأكل ويشرب ويمارس الجنس ويموت وكهوة الإلحاد المادي طبع أنت أصبح غير يعني رغم الموجود من يؤمن بالإلحاد المادي بينما الإلحاد الوجودي اللي يقول لكل شي اللي موجود في الكون عنده عدة أنواع من الوجود كما عندنا مثلا الجماد وعندنا مثلا النبات وعندنا الحيوان وعند الغازات وعند الفراخ وعند العدم وعند الإحساس كل هذه نوع من أنواع الوجود ودرجات من درجات الوجود إذن أحنا كبشر كإنسان لازم نفكر بعيد وننظر للكون نظره بعيدة جدا يعني أحنا طوى في الوقت الحاضر حتى يأتي ما يخالف ذلك أكثر الموجودات الواعية بنفسها وبالكون وهذه الفكرة لو فهموها قبل أما اللي فهموها طبقة معينة ومن هنا نجد فكرة الرئيس والقبيلة ورئيس الدولة ورئيس قوم بفكرة ما يسمى المسئولية فلهذا معانتها النجم نقوله الديانات الأولى اللي بدأت هي ديانات تدعي نصف بشر نصف آلهة بل في بعض الحالات معانتها الحاكم يقول إنه هو الإله كما شفنا الفراعنة في مصر وغيرها في العراق وغيرها أو أنصاف آلهة عليش جابوا هذي الفكرة جابوا هذي الفكرة من أجل ينظموا المجتمعات بتاعهم وينظموا الدول بتاعهم والوجود بتاعهم يعني الفكرة هكيكة بدأت في اللون يعني المسئولية أخذ المسئولية ولكن أحنا توا البشرية لازمنا ناخذ مسئولية كونية ما عادش على نطاق القبيلة أو العائلة وإنما على نطاق الإنسانية ولما لا على نطاق الكون وعلى نطاق الوجود بصفة عامة المهم الإنسان تطور السحر في اللول ظن إن بالسحر يمكن أن يتغلب على المادة ويمكن أن يكسب قوة والسحر يطور يعني السحر يسبق الأديان بما يسمى بالديانات السماوية بكثير الرسومات اللي تشوفوها في الكهوف هذي كان نوع من أنواع السحر المعتقدات القديمة كان يتصور عندما يرسم الثور في مغارة أو على حقت فهو يكسب روحه يكسب الروح متاعه وينجم يسيطر عليه وعندما يرسم الغازان نفس الشيء وهناك بدا يتطور الإنسان وبدأ يظهر الرسم ثم بدأت تظهر ما يسمى بالكلام والكتابة وغيرها من الأمور التي بدأ فيها الإنسان يدون قبل التاريخ الإنسان كان لا يدون عندما لا يدون يعني التجربة لا تنتقل صحيح تنتقل ويراثيا ولكن لا تنتقل واقعيا وإحنا وإحنا نلقاه كتاب مكتوب عنده 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 يعني حاجة مهمة حتى نعرفه في الوقت ذاك الناس كيف كانت تعيش إذن طور السحر وجاءت ما يسمى بفكرة نصف الإله وغيرها من الأذكار فالإنسان بدأ بما يسمى المعتقدات الطبيعية للإجابة على الأسئلة ثم ظهرت فكرة أنصاف الآلهة أو الآلهة وظهر السحر وظهرت عدة معتقدات وظهرت أول ديانات يعني نجم نقوله اللي معناتها مؤرخة هي ظهرت يعني في الهند ولو نحظ بداية يعني الديانات هذه اللي تسمي معنا اللي جات منها هذه الديانات السماوية هي كانت كلها ديانات قومية يعني تشوف أنت الهندوق يعني الديانة الهندوقية خاصة بالهندوق وتجمي قسم هذهم منبوذين هذهم طبقة الجيش وهذا طبقة النبلاء وهذا طبقة التجار خاصة فقط بالهندوق ثم ظهرت الزردشتية التي هي ديانة خاصة بالفرس ثم ظهرت اليهودية التي هي ديانة خاصة باليهود ثم ظهرت المسيحية التي أرادت أن تكسر هذه القاعدة أن الدين لشعب معين فقط لليهود فقط للهندوق فقط لفلان فقط لا للقوم الفلاني فقط لا قتلك الدين للجميع هنا بدت تظهر فكرة الإنسانية ثم جاء الإسلام والإسلام أخذ من اليهودية والمسيحية معناتها الفكرة العالمية متاع المسيحية أخذها وفكرة شعب الله المختار أخذها من اليهودية وجعل من العروبة والعرب يعني دين عالمي هذاك عليش خطر الإسلام كبير جدا أخطر عليش على خطر يحب يعرب الشعوب الأخرى ويقول لهم أنتوهم كلكم عرب في الحقيقة لأن آدم عربي ولغة الجنة عربية وغيرها فهو امطلق امطلاق يهودي على يسمى مثلا الدين الإسلامي الذي هو دين عربي يعني أخر التقاليد والعادات العربية وجعلها مقدسة وجعلها يعني معمتها على أساس أنها صادرة من الله وأراد أن يفرضها على الشعوب الأخرى وأن يمحي الشعوب الأخرى وأن يعربها بالقوة هذا هو الإسلام الإسلام لهدف أنه يريث الأرض ومن عليها وأنه يعرب كل الناس وأن يدخل الناس الكل في الإسلام أنا ما حبيتش مع أنت نتكلم على الإسلام بصفة خاصة أما حبيت نقول اللي الديانات الإبراهيمية هي في الحقيقة ديانات سياسية قلتها مع أنت أقبل هي ديانات سياسية يعني الهدف المتاح هي حكم الإنسان باسم الإله وعلماء الدين متاحهم والقصصين متاحهم والرهب متاحهم هم عبارة على ممثلين لله فوق الأرض يعني هذو ما كي تشوفهم عد يدافع على الدين متاحهم سوى المسيحية أو اليهودية أو حتى أي ديانة أخرى هي في الحقيقة يدافع على مورد رزقة على المنصب الذي هو فيه أنت تصور ما عادش الناس يمشيوا للجوامع الأيام بشقابة طالع كما نشوفه في المسيحية ياسر كنائس يعني تباع يعني الناس ما عادش تمشي للكنيسة هذا شي طبيعي أنهم يحافظوا على الخدمة متاحهم هم همشي دافروا على الدين بحد ذاته وتنجيوا نشوفوا مثلا إذاعة مسيحية تنقض الإسلام وتدعو الناس للمسيحية فهي تخدم على روحها شي طبيعي لأنها كان تفقد ذاك الشيء واللي معدها بطالة معدش عندها حد شيء إذن الأديان هي خدمة اللي ما عنده خدمة كما نقوله فأمثل يعني خدمة اللي ما عنده خدمة لك عليش العلماء هذا والكل اللي تشوف فيهم بتاع كل الأديان هم أشخاص في الحقيقة في داخل أنفسهم ما يمنوش مستحيل يكونوا يؤمنوا بل أكثر من ذلك بل هم أناس شريرين علش على خاطر يستغل المخزون مع أنت الضعف الذي لدي الإنسان وخوف من الموت وخوف من الاندثار لأنه شيء مرعب كما قلت لكم أن الإنسان ينتهي يموت يفنى مرعب جدا مرعب هذا شيء طبيعي ولكن الإنسان عندما يحاول يفكر بطريقة أخرى بأكثر موضوعية هو أني موجود أختنم فرصة وجودي نحاول نقدم حاجة للبشرية علش لا ما نتغلبوش على الأمراض ما نتغلبوش على الموت يمكن أنا نموت لكن يمكن بعد مئة سنة بعد ألف سنة الناس تولي ما عادش تموت ما عادش تمرض ما عادش تعيش الفقر أخرى إذن هذه معنا الاعتماد على الله هو يعني فكرة أنا سميه يعني تخاذلي لأن لو تريد أن تتغلب على شيء يجب أن تتغلب عليه بنفسك بالعمل بالعلم ليس بالكلام إذن يعني الفيديو هذه عبارة مع أنت على درش حابيت نقول لكم اللي الديانات السماوية هذه خاصة هذه الإبراهيمية اللي هي أنا نعتبرها أنذل ما أنجبت البشرية لأنها احتمت للخبض والخداع واللعب على عقول الناس البسطاء بشي خلقوا لهم تواقيس سيام صلاة كناس زكاة خمس دفع أموال وتخويفهم فكرة النار وتطمحهم فكرة الجنة لكن لو نجو نشوف هذه الديانات السماوية ما يسمى بالسماوية نبدأ في من فراغ يعني لو نجو نشوف الكتب ما يسمى المكدسة كما القرآن والطورات والإنجيل نكتشف فيهم يعني حاجات تنبع من الإيمان الطبيعي اللي موجود في الفلسفة الدينية يعني فكرة الشيطان شنو ما الشيطان عندما نرجو خاصة في الفكر الهنوسي يعني ما تلقاش دين من الديانات الإبراهيمية أو مذهب إلا وفي داخله الهنوسية خاصة هذه الديانات مثلا الاسماعيلية والدرزية والديانات الهرطقية اللي الإسلام بحد ذاته هو مذهب مسيحي هرطقي تحول إلى إسلام لو نرجع للتاريخ نشوفه نلقاه للإسلام في الحقيقة ما هو إلا مذهب مسيحي هرطقي القرآن بحد ذاته هو كتاب هرطقي ولا كدام تبديله وتغييره من أجل أن معنتها نجم نعطيه للعام ويشوفو حاجة كبيرة على خطر هو ما يعرفوش الفلسفة أو ما يسمى بالفكر الغنوسي والفكر الباطني اللي نلقاه عند الدروز ونلقاه عند إخوان الصفاء وغيرهم نلقاه حتى عند الزرداشتيين وغيرهم واليازيديين والديانات اللي موجودة في الهند كل هذه ديانات فهمت يعني تنبع من فكر باطني يعني تخمينات بشرية قديمة جدا تم تطويرها وتحويرها وجعلها على شكل كتاب مقدس يعني أنا في الحقيقة وقتنا نجي مثلا نقرأ مثلا قصة مثلا للطفان قصة الطفان نجي من نعطيها عدت معاني يمكن طفان حدث في منطقة معينة ويمكن نقصد بالطفان هو خروج الإنسان من عالم الحيوان إلى عالم الوعي ويمكن فكرة الطفان نفهمها هي الولادة متع الإنسان عندما يكون في بطن أمه يكون في الماء ويخرج بالماء هذه الطريقة متع محاولة فهم الكتب المقدسة وخاصة لنا أقصد القرآن لأن الذي يهمني القرآن هو لأن معرفتي بالقرآن أكثر وبالنسبة لي أن القرآن أو الإسلام هو ملخص لكل الأجيان الأخرى يعني إخذاء مننا ومننا ومننا صحيح يضغى عليه الجانب التقاليد العربية ولكن القصص الموجودة في القرآن وليما يقول أن السر الإسلام موجود في القرآن نشب نحاول نفهم ويأتي مثلا في سورة البقرة ويقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لماذا لا يقول هذا الكتاب خلينا من تأويلات علماء يحاول ذلك الكتاب هو الكتاب القرآن الذي هو عند الله يعني عندما تقول ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب فيه ريب وهذا هو الموضوع متاعنا اللي بش نتواصلوا عليه في الفيديوهات القادمة بش نحاول كل موضوعية كما قلت لكم أنا راني منجيبش فكرة حاضرة ونحاول نفرضها عليكم أنا راني قاعد نفكر معاكم وأنا قاعد أستفيد من هذه الفيديوهات لأن على قد ما نتكلم وعلى قد ما نعبر على قد ما تظهر لي أفكار جديد هذاك عليش نعاود ونقول تكلم عبر اسمع الآخر ما تسكتش لأن وقت تتكلم وتعبر تنجم تعرف الأخطاء متاعك فين وينجم لآخر يوريك الخطأ اللي أنت ما تشفتوش لذيك فما قولها ما عدت تعجبني تقول ما عدت خيركم من جمع عقول الناس في عقلة يعني فما أقوال موجودة سوى في القرآن سوى في الأحاديث سوى في التاريخ الإسلامي أو في الكتب الأخرى أو الديانات الأخرى فما أشياء مهمة وفما أشياء إنسانية أعني لا تنقض الإسلام ولا ننقض الأديان أعني ننقض الجوانب السلبية اللي فيهم أما الأشياء الإيجابية هي أشياء إنسانية قبل ما تكون إسلامية أو مسيحية يأتي مثلا المسيحي يقول لكم الحب 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 إنساني ليس أملك المسيح يعني يزيون التفكير بعد أن تنسبوا الدياناتكم المعتقداتكم مهما كانت تنسبوهم أشياء إنسانية ما هيش خاصة بيكم أنتوما بر الوالدين في الإسلام أي بر هذه مسألة إنسانية لازمنا نهتم بالمسألة الإنسانية ونحاول بش نفكره وناخده على أنفسنا زادة يعني وناخد الحاجات الباهية واللوح والحاجات الخائبة خطر وتنقول أنا مسلم أو أنا مسيحي أو أنا يهودي وننسب الحاجات أنت ذيك لي فأمت هنا يسمى تعدي تعدي على الإنسان بحد ذاته بينما عندما أقول أنا إنسان وأخذ أي فكرة أشوفها منطقية ونشوفها باليا هذا هو الإنسان هذا هو الإنسان أنا قبل كل شيء إنسان شو معناها إنسان يعني نفكر أبحث نسمح لآخر نتكلم نعبر نغلط نصلح روحي نبدل أفكاري ونزل حتى الإنسان حتى الآخر لحظة من حياته ينجم يبدل أفكار كيف ما أدلة قوية وواقعية وفعلية عليش لا هذك هذك علاش العلم 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 هو دين الإنسان الحقيقي لو كان عنا دين نحو شيء فيكون نحو العلم والمعرفة والبحث إذن هذا حابيت نقول في الفيديو هذه اللي هي معنا عودة بعض القطاع ونحاول في الفيديوهات القادمة بش نخطو بعض جوانب من القرآن ونحاول نفهموه طريقة أخرى وطبعا كما قلت لكم أنا نقول الأفكار بتاعي وانتم ما ما تفكروا يمكن عندكم أفكار خير من الأفكار متاعي ويمكن اللي الأفكار هذه ما تقبلوهاش ولكن تكونوا رواحكم أفكار أخرى عندكم خاصة بيكم خطر هذه أفكاري أنا أنا لقيت فيها الروحة متاعي ويمكن يكون مستوى الوعي متاعي ومتاعكم نفسه إذن نتفق على الأفكار خطر هي مسألة وعي وعي وقبول وحوار وتفتح نظن الفكرة واضحة وشكرا ومع فيديو قادم وبسلام اشتركوا في القناة